وينضم إلينا عبر الهاتف المهندس فهد القرني المشرف على معرض ومؤتمر إنترنت الأشياء أهلا وسهلا بك معنا إذن مهندس فهد أهلا أهلا وسهلا بكم وشكرا لصرافتكم العفو مهندس فهد كيف تقرأ أهمية المؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء على تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنيات الناشئة أولا المعرض يستقطب شركات محلية كبرى وعالمية تعرض آخر ما توصلت إليه من منتجات تقنية تقدم أو تكون داعمة للتحول الرقمي اللي حاصل عندنا في البلد وداعمة لرؤية عشرين ثلاثين أيضا على هامش المعرض يوجد هناك مؤتمر يغطي محاور مختلفة مواضيع مختلفة في التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مدعوم المؤتمر بورش عمل تغطي تقريبا نفس المحاور العامة وهذا يساهم في رفع الوعي المجتمعي وأيضا للمتخصصين والهواء على حد سواء نعم يقدر حجم سوق الانترنت الأشياء بنحو ثلاثة مليارات ريال بمعدل نمو سنوي مركب 26% خلال السنوات الثلاثة الماضية ما هي هنا فرص الاستثمار في هذا السوق؟ فرص الاستثمار عالية جدا خصوصا أن المرحلة القادمة ستكون تتمحور حول أشياء كثيرة يمكن ربطها بالشبكة في المرحلة السابقة أو في المرحلة الأولى للانترنت كان ربط بين الحواسيب الآن هناك أشياء مختلفة جدا سواء أجهزة صحية أو أجهزة استشعار تخدم في الأمن أو في مصانع عند ربطها ستوفر بيانات ضخمة وسيكون ستفتح مجالات أخرى مثل تحليل البيانات وهذه كلها تتمحور حول دعم القرارات فبإذن الله راح يلامس قطاعات مختلفة سواء من الصحة أو راح يلامس حياتنا اليومية وحتى في مجال التعليم أو التعدين أو في صناعات مختلفة نحن في المعرض بشكل عام نستهدف مفهومة التقنية الشامل ونحاول نشكل الصورة العامة وستكون مشاركة الشركات تتمحور حل المنتجاتها التي مربوطة في القطاع التي تقدم خدماتها فيه ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي من الممكن هنا أن تحفز وتبني تقنيات ناشئة من خلال المؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء؟ طبعا البنية التحتية الآن في نمو متسارع هي مهمة جدا لتفعيل تقنيات الإنترنت زي ما احنا عارفين تقود جارة اتصالات ربط أكثر من 2 مليون منزل بالإنترنت بسرعات عالية عبر شبكة الألياف الضوئية هذه البنية التحتية هذه ستكون هي الأساس التي راح يتم من خلالها ربط مناطق مختلفة في المملكة ومن خلال هذه المناطق سنكون جاهزين إن شاء الله لتفعيل خدمات أكثر تلامس قطاعات مختلفة كما ذكرت سابقا نعمصت الفكرة بشكل كامل المهندس فهد القرني المشرف على معرض ومؤتمر الترنت الأشياء شكرا جزيلا لك